اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصاديا نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الاردن يفتح جزئيا معبر نصيب لادخال اليات النقل العالقة واعادة فتح المعبر بشكل دائم خلال ايام الاغلاق بسبب وباء كورونا يضرب السياحة في مدينة الناصر الفلسطينية اصحاب الحافلات والمطاعم والفنادق يتكبدون خسائر كبيرة ماليزيا تسقط دعاوى قضائية ضد بنك جولدمان ساكس في قضايا اختلاس بعد سداده وديا مليارين ونصف مليار دولار اهلا بكم اوضح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال ان اتتاح منفذ نصيب جابر الحدودي من جانب الاردن كان موقعا لأهداف مرتبطة بعبور بعض السيارات والشاحنات وقال ان المنفذ مغلق الان رحال توقع اعادة فتح المنفذ بشكل كامل في الايام المقبلة بعد تجهيزه بما ينسجم مع اجراءات الوقاية من وباء كورونا واعلن انه يجري حاليا حل مشكلة السيارات والشاحنات السورية العالقة في ساحة منفذ جابر بعد تجاوز ازمة تشكيل الحكومة في تونس وتجنيب البلاد خيار حل مجلس النواب وذهاب الانتخابات تشريعية مبكرة تبدأ حكومة الامشيش عملها بشكل رسمي وسط تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة وفي ظل مناخ سياسي متشنج وتعول حكومتنا لرفع التحديات المطروحة امامها امام تعهد باقاف نصف المالية العامة والتحكم في التوازنات المالية نواجه رئيس الحكومة هشام المشيشي تحديات اقتصادية صعبة عمقتها نسبة البطالة التي زادت عن 18% مع توقعات بارتفاع الدين العام الى نحو 29 مليار و300 مليون دولار ارقام تعكس حدة الازمة الاقتصادية في ذل تحركات مطلبية واحتجاجات في العديد من المناطق نحن نعيش في منعرش خطير بالنسبة للاقتصاد التوليسي هناك تغول المسألة السياسية الاقتصاد الاصلاحات الاقتصادية لنفاذها تتطلب ارضية واضحة والارضية هي الاستقرار السياسي نحن لا نشهد هذا الاستقرار وزاد تفشي وباء كورونا من تبعات الازمة الهيكلية التي تعاني منها تونس منذ سنوات بالاضافة الى مطالب الجهات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في ذل تعمق السراعات السياسية الامر الذي قد يجعل عمل الحكومة في الفترة المقبلة صعبا تأتي في ظل انتظارات كبيرة للمواطنين والمواطنات لتحقيق تغيير ملموس في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي ومع الاسف زادت تأزما خلال السنوات الاخيرة في ظل مناخ اقليمي متردي ووضع وبائي عالمي مستجد صندوق النقد الدولي يطالب تونس باجراء اصلاحات مؤلمة تقول النقابات انها ستعمق الفروق التبقية وترفع معدلات البطالة فيما تؤكد الحكومة انها مصطرة لتنفيذ هذه الاملاءات للحصول على التمويل اللازم ما يضع البلاد بين فكي كماشا بينما يتوقع ان تودي المحادثات المقبلة مع الصندوق الى تفاقم الازمة ازمة اقتصادية خانقة تعيشها تونس تزيد من تبعاتها الازمات السياسية ازمات تضع المشيشي وفريقه الحكومي امام تحديات صعبة تحديات سيكون تحقيق الاستقرار السياسي مفتاح تجاوزها بحسب مراقبين سميح البغنمي تونس المياتين اندلع حرقان كبيران في الجزائر قرب الحدود مع ليبيا بسبب تسرب نفطي من انبوبين لنقل البترول وانتشرت لقطات فيديو توثق السنة طويلة للنيران واعمد الدخان متصاعدة من المنطقة شركة سونتراك قطعت الامدادات عن الانبوبين بينما تحاول فرق الاطفاء الوصول الى النقاط المناسبة للتمكن من اخماد الحارقين تأثر قطاع السياحة الفلسطيني بشكل كبير وتكبد خسائر من جراء انتشار وباء كورونا في مدينة الناصرة تقرير هناء محميد مغارة مريم التي بشرت فيها بحمل السيد المسيح جعلت الناصرة وجهة رئيسية للحجيج في فلسطين مكانة دينية اكسبتها المنافسة مع القدسي وبيت لحم رغم سياسة التمييز والتهميش الاسرائيلية الممنهج استطاعت المدينة ان تنهض بنفسها وتجتذب السياح لكن جائحة كورونا قلبت الموازينة رأسا على عقب فساحة عين العذراء كانت تضج بالسياح والزوار قبل كورونا ايلات جنوبا ومدينة طبرية تحصل كل واحدة على ما يساوي 50 مليون شكل حتى هذه اللحظة مدينة الناصرة ما زالت تتابع امكانية الحصول على وعد بالحصول على 30 مليون ولكن الحديث الداخلية تشير الى فقط 10 مليون القطاع السياحي منذ شهر اذار مارس الماضي بات معطلا بالكامل فيما تكبد اصحاب الحافلات والمطاعم والفنادق خسائر كبيرة كان المفروض انا السنة الالفين وعشرين يكون عندي 23 جروب اشتغلت منهم اربعة يعني اشتغلت منهم اربعة يعني اتغالت 19 فاه عشرات الاف مش مهم باي عملي وفي المطعم طبعا الارقام شبيهة في ينوار في الشهر كانون تاني كان عندي حجزات لشهر مارس اذار 97 ليلة من 120 هذا اشي عظيم فلما صارت الكورونا بدأ الالغة وانتهى كل اشي بعد هجرة استمرت ربع قرن تقريبا قرر ساهر الاستثمار في مدينته واذا بالوباء يداهم الجميع ويهدد مزايا المدينة السياحية التي كان يفد اليها نحو مليون زائر سنويا العودة الى سابق عهدها تبدو صعبة التحقيق حاليا فكم ستصمد هنأ محميد الناصرة الميادين اسقطت ماليزيا دعاوى انقضائية ضد بنك جولدمن ساكس في قضية اختلاس مليارات دولارات من صندوق تنمية ماليزي كان يهدف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ويتهم البنك بتسهيل عملية الاختلاس عن طريق بيع سندات قيمتها ستة مليارات ونصف مليار دولار فقد عمولات في اطار العملية بقيمة ستمائة مليون دولار ودفعت المجموعة المالية لماليزيا مليارين ونصف مليار دولار في اطار اتفاق ودي كما ضمن البنك استرداد مبلغ مليار واربعمائة مليون دولار على الاقل من اموال الصندوق المختلسة ارسلت شركة سينو باك الصينية مناقصة شراء مليون سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات على شركة قطرغاز ويبدأ التوريد وفق المناقصة عام 2023 واستفادت الشركة الصينية من الانخفاض الحالي في الاسعار وتضرر الطلب العالمي على الوقود قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان حركة نقل البضائع وتنقل الافراد ستحافظ على اهميتها بالنسبة لاقتصاد البلاد رافضنا الاعتقاد بان وباء كورونا سيغير من انماط العمل والسفر بشكل دائم جونسون قال ان النقل سيكون عاملا حاسما بالنسبة لبلاده في العقود المقبلة وذلك اثناء افتتاحه شبكة قطرات عالية السرعة مؤكدا ان اقتصاد البلاد يعتمد على جودة قدرة الانتقال للافراد والبضائع بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والاسبانية شكرا وإلى اللقاء موسيقى